كشف المدير التنفيذي لبنك باركليز البريطاني أن زوجته لعب تدوراً أساسياً في التوسط بين رئيس وزراء قطر السابق وبنك باركليز الذي يواجه تبعات مأزق قانوني وقع فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين يوم بعد آخر تتكشف ملفات الرشا التي تدين نظام قطر وسجله الأسود الذي يعود لـ 12 عاماً حيث ما زال بنك باركليز يواجه تبعات مأزق قانوني وقع فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين الذين أدعنوا لابتزاز رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وأعوانه في عام 2008 في خضم الأزمة المالية استقل حمد بن جاسم مخاوف المسؤولين في باركليز من احتمال تأميم البنك في إطار خطة إنقاذ حكومي آنذاك واضطر مسؤولون تنفيذيون سابقون للبنك للإدعان لمطالب وضقوط الجانب القطري والتي تفاوض بشأنها زميلهم المدير التنفيذي السابق روجر جينكنز الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بحمد بن جاسم مهدت الطريق لبنائها زوجته ديانا جينكنز بحسب ما ذكره جينكنز بنفسه في رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها هيئة المحكمة العليا في واحدة من الدعاوة القضائية التي تعصف بباركليز وكبار مسؤوليه السابقين خلال السنوات الأخيرة وفي رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها المحكمة العليا في لندن قال المدير التنفيذي السابق للبنك إن زوجته ديانا لم تحصل على التقدير المناسب للدور الذي لعبته في التوسط في الصفقة مع حمد بن جاسم ملفات عديدة تظهر يوما تلو الآخر وتوضح كيف يتعامل نظام قطر بالرشة فيما يتعلق بهذه الحادثة وملف المنديال لتكشف حجم الفساد الذي استشرى بجسد النظام القطري وبات بالنسبة له أسلوب حياة اشتركوا في القناة